وصلنا للمرحلة الأخيرة وصلنا لنهائي دريمارتيس في الموسم الثالث زيالو فهذا البرايم هادا غدي نتعرفوا على شكون اللي غدي يفوز باللاقب وشكون اللي غدي يربح جائزة القيمة ديالا 350 ألف درنام اللي غدي تخولوا لي باش يقوم بأول معرض احترافي له فهذا البرايم هادا الموضوع غدي يكون حر ولكن ما هنطلبوش منهم أنهم يقوموا بعمل فني واحد ماشي جوش أنطلبو لهم ثلاثة دي الأعمال الفنية تمهيدا لمعرض ديالهم فهذا البرايم هادا الضغط غدي يوصل لأقصى الحدود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صافي وصلنا الفين على وايلي وش كان حنو مولا بسطح ولينا غير ثلاثة ولا كيبان تلاتو خيمة تلاتة طوابل وحنا ثلاثة داخلين على الفينال وأول حاجة كنشوفه أنا ولينا قلال بزاف يعني درجة أنا وليت كتبان لا قلت ما كيناش الحق اللي عاقا نكون هناك كان كده بحيث ديال بسطح كتحس بلا قرر بسيم الدقائق للاخرين باش أنا كتوصل لديك النقطة اللي علاو ادى أي واحد جال دريم آرسيس وصلنا لها إحنا اليوم في البلاتو خولها مصدوم ياه مخلوة؟ لا قاعدة؟ قابل بحال شي شي طلاطو مهزور ما كيتشي مزيانو أنا كاتوصل لفينال تعوى قاعدين جالز ما بيش مزيانو هاد البرايم هو آخر برايم صراحة فرحانة حي توصلت لفينال وخاكك ولكن وخاكك مسترسي وحد شوية حيث كان ذاك الضغط عخصك تديري شي عامل تعال فيه نعل ماشي عامل بحال الأعمال اللي كانوا قبل فاش دخلت أنا وفاطيما قلنا منافسة تكون شاريسة حيث أنا وفاطيما ديما كان كانت شالينجي وبعضياتنا عبدالله فاش كان ديما معه فاتستيجي كي يقول لنا اللي بغى الله هي اللي تكون كان هاس تبراسي داخلة بالإنرجي طالعة فخاصني نبين على ديك راح للمنافسة ديه اللي يقدم اسحابي فخاصني نقول زهرت رد بالها ونقول عبدالله شوية رد باله فهذا الشي طبيعي راحنا في الحلبة الأخر الأخر مرة بقية ثلاثة أفل فينار ولا قبل لكن فرضك شي واحد انا غايت هتا شي واحد ما غايت ليتولي أنا فكرا كيفش غير شدين بغى الله عبدالله آمن قدت جمعوا فلاطولي الآخر مرة آخر مرة بغيت نقول لك كل ما جاء آخر مرة آخر مرة جاين عوالين علىها كديني نبيخام لاحبا كل واحد ضغط في شكل هذا في هذا القرائم هذا اللي يمتلاقش ما كيش الضغط دي للإقصى كين الضغط دي للفوز اللي يمك تتعرفه آآ 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 عبدالله عبدالله ما انت والضغط ما تتفاهموش ما تتعارفوش الضغط كيسروني بزيان ما كيكتجيني ما كيكت ما كيكترش عليك أكيي أطر عليها صح في الداخل ديالي ماشي ممكن ما كيبانش أعبو على كين في داخل ديالي مصر زهرة كي مشكل جارية الضغط كم الجارية وصح مايك بدكش نقص الله وصح مره كتصدخ مره ما كتصدخش فاطيما عندك شي أنا عارف فاطيه مشكلتها فاطيما عند كاسك جديد صح ما نجريك تقدير كاسك تدير الموسيقى وكتغوص بدك العالم زي الموسيقى وكتخلقها راسا جمشي خوص ما كانت بيناتنا واحد للعلاقة اللي كانت بوينا بحالة مكنت نفسش على هادشي بحالة بغينا نشوفه بعضياتنا في أحسن أحسن حاجة في هاد البرايمة هادا واخا كنا كنا نقول لها بضحك وكي نبريموز زي ما كتحس بها بلا ما بغيتيش غير راسك بغيتيش أصحابي ولكن في الأخير كتقول لها أنا جيت عناية باش باش نتقاتل على واحد الحاجة اللي هي اللقب ديال دريم آرسيس ماشمال لكم أريد نستقبلوا الآن العرب ديالكم سي حسن ونكوتش ديالكم سي أمين غير تحقوا بيالآن فضلوا السلام عليكم أهلاً كده الأمين شاء الله بخير سيحسن بخير صراحة كانت سنة تحدي اللي غير تعطينا اللجنة كان ضمن أنه بغل برايم للاخر يكونش يتحدي شوية صعيب الفينال هادا يعني ما يعطيوش واحد الحاجة اللي سهلة ولا في المتناول بحال توقلي برايم اللي اللي في عيتي اشتباب السلام ومرحبا بكم في الفينال ديال الموسم الثالث اللي ببرنامج دريم أرتيست فاطمة عبد الله زهراء ما كانش سهلة ولكن وصلتوا ودبع عندكم واحد الفورصة زوينة لأن هادالبرايم هادا النهائي عندكم لابوسيبليتات خدموا على الموضوع اللي انتم وانا غنيتعزله كان عطاهم حور في الموضوع ديال النهائي حيثما نعرفوا شوية في نهاية الشخصية ديالهم كفينال وأوتني الشخصية كإنسان باش نعرفهم باش نعرفهم باش عندهم الطاقة باش يكونوا ديزارتيست پوفيسيو ديال تحيد حيث أنا مارس داك الشي اللي كان بغيه هنو كيفش المويمة نخرج داك الشي ديال هاد الموضوع خلصوا يكون عندهم علاقة مع الشخصية ديالكم مع التخصوص ديالكم مع المهمات ديالكم كاف لنا ولكن كانوا واحد الخدمة اللي عادي تطلبوا منكم شوية شوية صعبة هو بأنه غادي تطلبوا منكم تقدمونينا ثلاثة ديال اللي تخافوا فكرة أنه غنخدمو ثلاثة الأعمال رمسة لاشة باش تفكر فيها مزيد الأعمالة أمين هتكون عندك خدمات فيها مزيرة اللي أنا وليوم هما سبتو يعني كما قال حسان الطريق ما كانش سهلا كانوا بعض الصعوبات وإلى اللي بخايم نفاتو يجاكم شوية صعب هاد اللي بخايم هادا الصعوبة هتضبل على ثلاثة مطلوب منهم يخرجوا بواحد وواحد الفكرة الشاملة اللي في دخل هادا الفكرة هدي غيكونوا أعمال منفريدة وانديفيدويل اللي كيكون نجمع مواحد الخيط عن فيه الروج باش نفهموا القيصة اللي بغيين يحكيو لنا عبر الإكسبوزيسون ديالهم باك نقول إنهم يحطوا لنا شي تناشة ساعة وتقريبا تناشة تلتاشة باش تقوموا بهاد العمل هادا قدامكم ستاشة ساعة اللي غادي تبدأ من دابة ثلاثة جوج واحد لا يوفقكم في ستاشة ساعة كان ممكن نقولهم ندروا شيء الأعمال ولكن عطينا هم ثلاثة ديال الأعمال باش نيت نضغطو عليهم بغيناهم يعرقوشي شوية أنا من قصة نعيش بهاد النوقت اللي تتعطانا ما كنشوفش راسي بلغي كفاني ما دخلتش لي قاعد راسي أنا وثلاثة ديالي زو غنحطوهم في ستاشة ساعة يعني صعيبة بزات ما كنشوف هادا شي صعيبة عليها وفوق من الطاقة ديالي فمعرفتش إنا كيف يسروا أنت عاملوا مع هاد الموقف هادا موش ديال ماش نتخرج لس ديال الطاب نواتو ثلاثة ديال الأعمال في ستاشة ساعة ستاشة ساعة ثلاثة ديال أعمال وموضوح حر ثلاثة ديال تحديات ماشي سهلة فرضاتهم لجنة التحكيم على الفنانين ثلاثة اللي وصلوا النهائي فاشنو غد يكونوا اقتراحتهم أول حاجة ركزت عليها هي اللي ما تسير اللي بغيت نخدم اليوم بغيت نخدم بشي حاجة اللي كانت ساح فيها حددتهم في ثلاثة ديال الحوائج حددتهم في الخشب الخيط والألوان فعدوما ثلاثة ديال ما تسير اللي بغيت نبدأ بيهم بعضها كانت شي حاجة كانت ساح فيها هكا نبدأ نتفرع فاشنو بغيت أنا ندير بيهم كيفاش بغيت نستعملوهم وفي أشمل موضوع غا نبغين غا نبغين نخدم بيهم كسر هكا عي باش ما نقاش واقفون بلوك راسي يعني غا نبدأ بعدا نفكر وديك سالس بس بين شي حاجة هكذا الأعمال يلي غالباً ما كتكون فيهم شوي ديال الفوضى والهماجية بزاف ديال النتاعات فكرت نظر على الزريبة أنا واحد الإنسان اللي ما كان مغايش يفرض عليها شي واحد مغايش غا نخدم وكيفاش غا نخدم تكشي علاش فاش سمعت من السي آمين ومسي حاسا أن الموضوع غا يكون حر برساحية فكرت نخدم على نظرات الآخر بحيث أسانا عزيزة اللي نخدم على السوجة اللي شوية بحالة كيتعلقوا بالإنسان ممكن نفكر شوية في كيفاش أنجسد هاد نظرات الآخر في قانيت خوكي ديال زارة عشان الشي بدأت تكتبان لك شوية الفكرة أو لا؟ أنا كنحاول ما ركزش على قضية الوقت والحجم ديال اللي غا نخدم عليه بقدر ما عادي نخلي راسي صافي نتحرر يعني بحالة كنقول دماري نسى نسى الوقت ونسى هاد شي كامل فكر بشي حاجة دابوسا ولكن ما يمكنش كيبقادك الوقت كي يضور ليك في دماغك كتفقيت فكري فيه عشاني فكس بغيت تفكر بشي حاجة أو الصعوبة أو لا أول حاجة كتحطرها يرى عندي غي 16 ساعة داكشي هي الحاجة اللي كتبقى نكتوب عليك في دماغك كتبقى نكتوب عليك في دماغك اللي دماغك تحسب بكرة نو بالكالكولات تغيس تجيب على الأصبع أخوها على بلد عبدالله بدون تعلق بدون تعلق بدون تعلق عبدالله تبرزطي؟ 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 أنا عليك نفكر فكت تفكر؟ أمور طيبة عبدالله أنا بكترز ما أخدم سمعي فهمت بالله ما كيبغيش يدويه هو أختم بحالك يبغي يركز على ذاك شي لك يديره على عكس إحنا اللي كنديد الأخرين كنبغيو أننا ندويه مرة مرة بحالي هي كتبغي بعد المرات نساعد ذاك العالم ديالك وتشوف أصحابك فين واصلين سلام في نصيح بحالي كان ندير الكروكي تعتقد ما نشنو بغيت نخدم إليه بغيت نخدم إلا لغة غادولة يعني نظرات الآخر كيفاش بحال بحال فقين طول نكونو إحنا كاسبكتاتور وبحالي لا طول كتشوف فينا وحد أخر نحنا يكونو سبكتاتور دكديك الطاهرة تعجوش كيشوفو في بادياتهم وحد أخر يكون بحال نجسد بحال العين بحالي كيبان وفيها الآخرون كيشوفو فينا بحالي حنايا كيفاش لابرسيبتون تعدد كل ريقار تعالودكي أطار فينا وكيفاش موما كيشوفو شوش كيكونو كيشوفو فينا هاد 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 سيني ولا شي جديد ولا هاد هاد أنا في نظرة الآخر سي واحد لسوجة اللي حسيت به بحالي مهم لحيط ديما فاش كام بغي نرسموه شي حاجة كام داب العينين حيط بالنسبة لي العينين هم اللي كي هضرو اللي كي هضرو فلوجهة تعمل بالنسبة لي ولقيت راسي عشاق فوق نعطي أهمية العين بثاف وقلت داب اللي انقدر نجسد تخوة طوال ونهضر عليها لو ممشي في شي حاجة اللي ديما كتبقى فلان كونسان دي كنفكر فيها داك لسوليثة العين لكن شمين فورما اختاريت اختاريت 1.40 على 1.4 1.4 1.4 1.4 كفل فورما بشيبيضاش 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 وكاولا قامد كله اللي اختاري اللي اختاري نزا ما فكرتش فيها نو انا مشي فيها شوية انكوانسانة متققدا لها شوية كايم بعض الفنانان اللي عندهم هاد 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 لكاپاسيته باش يخدموا تلقائيين بالالوان نقدرون نفكروا في الشعيبيا في فنانين خورين ولكن الطريقة باش كتخدم زهراد هي واحد طريقة غافيك ما نضنش بأن التلقائية قد تخرج لشي حاجة قد يجي شوية في الموضوع عش بغي تدير مش كتكتب مش كتكتش ترسم مش كتكتش ترسم نقلب على واحد الكلمة اللي اللي عندنا احنا في الاصل ديال اه تلق تحت في الزريبة الزريبة هي واحد البلاصة اللي عمرها بالنزاعات والعاماجية والفيطرة الطبيعية ديالالإنسان وكيف يشكيه ولي ايه ها ما جي في ديك البلاصة وما كيتصنعش مش كتكش بغي نذرعليها ودهك العشق ديالي ديك الزريبة اللي كان نرجعليها كل مرة فش كنبغي نبدعه وο eben ما ما نزال به لكن الزريبة هي واحد اللي حاجة في دماغي كان تزررني لدك الجانب الحيواني فيه في الداخل وكيفاش كان عشق ديك الجانب зах انا انسان ضريف وكيف يضحك وما كان قديدا شي واحد ولكن علينا نفقكش لك في الناخ دياضي ايه انا عبرليك في الجانب الهامجي والعوضاني في يه بطريقة فلخي كيفاش مكانتصنعش في ديك الوساط وما كان عندما نتمنى هذه التدريبة هي حاجة في فراسك مزيئ كيف ستعبر على هذا الموضوع التقنيين وتخصوصاً بحاجة تطلبتي لك ما هي شاسياتك؟ ما هي شاسياتك؟ واقيلة واقيلة؟ ومن بعد؟ وعندي جوجة طابلوات وعندي خيمة طابلوات شنغة بتاعها؟ شنغة يكون فيهم؟ تركيبة الحريقة ولكن ما تديرش نفس طابلو لكنهم تجوجون فيهم الحرار كيف كانت تقولون فيهم؟ ماذا تقولون؟ مختلفين؟ مختلفين ولكن مختلفين غير في الديتاي مختلفين في المعنى عبدالله عادةً من اللي كانت تعطيه على خدمة كيف دا بالكتابة كيف دا يكتب هذه نقطة زوين عنده لأنه كان عنده مختلفة يمكن له في الطريق يمكن له يرجع الفكرة الأصلية اللي كانت عنده باشي قبل ما يبدأ لكوديكسون ديالو الفكرة الأصلية عنده عنده علاقة في نظري مع ماشي شخصية ديالو عنده علاقة مع الفكو ديالو حتي في بالي يتش عنده علاقة مع شي حاجة ديال بطفولة ديالو اللي كان مازال صغير عبدالله ما زال ما أعطانا كل شي ولكن بينا بأن في هذا البرائم هذا ومع خدمة ما عندوش ضغط ديال الموضوع غادي يعطينا اللي في الشخصية ديالو كإنسان وغادي يعطينا شنوية الموهيمة ديالو كفلنان هاتشي بين ما شفعت طريقاتي فاتيما سوف نعم جيتش في لكوكي شو غاز قدمي لنا بريت مخدم على الداكرة فاكا كانوا زال ما عرض للاعمال اللي بريت مخدم عليهم وبريت مغوصف هذا الموضوع يعني ناخدو من زوايا مخسالفة ونعطاك فيها مخسالفة مخسالفة بريت مخسالفة شنو غادي تقدمي لنا غادي نقدم جوج ديال أو الثلاثة اللي زين ستالاسون جوج غادي يكون معلقين واحدة غادي ستكون هاتش جوج غولييف ماشي على ستالاسون آه غولييف غولييف غادي نستالاسون يقرون نظور عليها ايه كتكون واحدة محتوطة ولا معلقة هادا غادي يكون معلق غولييف غولييف فاطمة رضي بالك لحن الثلاثة ديال الأعمال غادي تقدموا في المعارات اذا رضي بالك مع الوقت عندك 16 ساعة لاحظنا بأن بعد مرات كاتمشيف واحدة تقنيات لكي يأكل لك شو ديال الوقت وكي يضغط عليك الوقت والفينيشون بعد مرات كتازل غادي لفينال ما برينيش حاجات تكون مختمة مية في المية ملا فاميليا أش هادو بين غادي كون العود هادو بين غادي كون سلك غادي كون أحادي سيلاند غادي كون شفاف وغادي كون أُروح ويجمع القي لداخل غادي كون ما شو من سيربورت ما القي في السلك نيت بلاش لا هنا بقى ك أرانشوف شنون قدر نستخدم واش السلك نيت واش العود وبقى هنحاول نجرب باش نقدر نكمل فاطمة نادي ما كاتم نشيف واحد التقنيات اللي بعد مرات كاتبن لي بحلمها حاك ماهومش وكنشوف الوقت كيدوز وكنشوفها كاتبقى شوية تألفة ولكن كاتخدمت سيف هذه فاطمة من اللي كاتقبط الخدمة ما كاتتلقش منها وكاتلقا ديما الوقت باش تكمل بالنسبة اللوان هالخطرة ما موقعش نفكر بصف اللوان شنو غندير شنو ما غنديرش أمشي بدماغي شنو قال لي يا بلان كونسون ديالي غدا وكن نرسم شنو ما بان لي ندير في اللوان هو اللي غندير في الطب فرحة إحساس ديالي كنحس بيه أنه كامل باش نخرج الأعمال يعني كنحس براسي متمكنة أنني نخرج الطبلويت كما أنا كنتخيل هون في الماغي غننخدم على اللي ديالي غوليه في جوج اللي غايس على القوت غننخدم هون بالكونت البلاكي والخيط بتحد ديالي عندي هو في هادس كده ونقدر نحي ديالي ما عرفتش ليه كنت بالي 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 شوية في خاجيل ما عرفتش وش غادي عاون نكو في الماغي أنا غنبغي يكون واقف في الحالة كذا ما يكون شد في راسهم زيان وما يعنكشنيش في الخدمة يبقى الفكرة العامة أعرفها ولكن كيفش أنقسمهم على اللي ثلاثة براقي كانت فكرة براقي ما عرفتش الساعة من دي تركوه بحل يقاع المواد الناس كان خرموك السباة أنا كنا نخدم بها الشديد من 11 كنا ناخد الحاجة كنا نخدم بها طيب اليد يا وليك كل هما تكونوا وانتوبة لكن ماشي بحل بحل الأعمال الثلاثة اللي طلبت لجنة تحكين بدأت كتبان حسب أفكار كل فنان وصرعته في العمل كما هو الحال بالنسبة لزهرة طبعا أنا في هالطابلو قلسة كنا ندير ذاك كنا نجسد المرحلة وحدة من المراحل لتاع ذاك نظرة الآخر اللي هي فاش كي يكون شي حاضي شي سهرة 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 دي تفلفو فتع هذا دو كترسو دو كترسو NO إذا أدخلف أن أغانقا بالطبع فخصائح نخ نعم 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 لا انه أسناق في الصفح There is a texturing وخضونه فهذا كل الناس تحدث عنها فهذا كل الناس تشوه كل الناس تصوير كل الناس تصوير كيف تقرب رفضه؟ أوكي بش هذه الملاحظة كل الأخطرة كانت تقلية تحسين بريباري الأطول يمكن هذا الشيء يدفو فيه كنزرق واحد شوية بثاف وبعد الخطرات كنقول سوف يتم باحدون بريباري ولنكون كن بريباري فاش نقادف لدتايق صراحة وخاها كك كنصدق في الأخر دي ما كنعاود لبريباراس المعرض ديالي بريت نخدم بمالي والتاكرة فحاولت نمشي في شي حوج أولي في شي أشكالي وما سيمبوليك وبريت نخدم أبسط خات في العمل ديالي يعني غادي سكول الخدمة شوية من خربقة وما غاداش نيشان ولكن زمان قد نعتك دي سيمبول اللي غاي يخليك تعرف أن كاراني كنهدر إلا السيوجة ديالي كيف ما بريت فآنا ده بها التحدي باقي كنحاول نحاققوه يعني اللي خايفة منه هو أنه وادشي ما أعطانيش الغزولتة اللي بريت ولكن غا نحاول أنا نخرج ذاك شي اللي بريت ساتيمة سبحاني بديتي في تقطاع آه بديز آآ وش هدلي كدر بينيلك هاد دين آآ عشان أملي عنا كنا نشوفهم اللي ما نمقى هاد دينش حيث اللي أول اسمنا عبرتهم هنا غير حطيت نفس لفة ومباش نعود نتراسيها بمستارة آآ آآ ما بلكش مشكلة في تفعلها لا باقي هنعود فوقهم بمستارة حيث هنالب حالية عاوك ستراسيس فوق والاطايد اللي عمل ديالك مقنعها هي ما مقنعنش مية في مية ولكن قدمها كبرت وقدمها يزيد علي الخدمة في اللي ديطا يكسر ايدون بو تغامشي للسهلة قلت غال مشي شي حاجة اللي هنقدر نحطها في زمن في الوقس وفي مسلوقس كون عطاني ذاك الغزولتة اللي بريت كونش آمين شار النقطة مهمة في ذاك الشي اللي غانخدم عليه هو اللاطايد او للفوق ما ديالي زوفو ديالي هذه النقطة كنت عانيت منها المرة اللي فاتت فهد المرة حاولت ناخد بعلي تيبار طريقة باش غانخدم او للنختار اللي فوق ما اللي غانخدم عليه فاطيما كنظن ما زال عن هذه المشكيل ديال الحجم لأن دائما كنتشوف الأعمال جالها صغار ك shock شو بتذير المرة ح Cassidy وفي مسلوق الان شميل الأوم الخاجورات الصغار اللي فاف collected القليل ومن المرة حال أعطت المرة دائما كنتشوف الأند مكانة فاطم بعد نinta م Panel فطاء سنعطيك والأئتبال في عظasi اللي غارل الشيخ مثلما لو قبية قليل بجعل 7D ذاكو система صافي يا فاطيما بدلتي؟ صافي بدلتي لك هادا حجم كبر من كبر من اللي خصاري في اللول وبالياس الفكرة نبدل فيها شوية خلصة ما هنغامرش بالوقس هنحافظ على الفكرة وغان نحطر طارق ماندي ماندي ويكتب اقتنع ايضا نرى فمشيني زع ما منظر حسن ما تكون شوية بلوش دول وليم حسن كي غادية مع أجواء دي اللي هاي أجواء دي اللي هاي صعبة جدا والله إلا بحل شي تصريع صحافي لك شي دي الله عشرة كنا بعدها كانت كتكون لنا لك سمي يدي سوية وأبغغ وهذا وكان قوله بزار هاد الشي صعب دبا فين تبان ديك الصعوبة بعدها على الأقل ديك ساكنت أنا قدر نجرب شي حوايج كتصدق لي شي حاجة وما يخصدقاتش كان بالدل دبا ما عندك ما تجرب دبا ياخد مني شعن يارك غادي في الرئيس حسبت أنا درت الحساب فراسي تقريبين شي خمسة سوية وعشرين دقيقة لكل عمل سني وخوة صراحة ما غايتش بحالك غادي تديرو ولكن مهم زي ما داوت تقدير دبا كنشوف راها تقريبين داست ساعة سين والصرف وباقى أنا ما أفونسي تحسف شي وحدة يعني كيتخيل لك يمكن مع عرص أنا كنشوف راها صراكك ولكن من ناحية الفكرة وذك شي ومسائلة أنا بدلتش حاجة دابا حسن ما ما نخلي لي بصح من بعد بصح هادي حاجة مزيانة دي وقعت لي البرايم لي فاس والصفت منها مزيان أنا بدلتش يحويش في اللول وما ندمتش عليهم حيث كانوا البنشو فهذا البلوس هذا ربما ما كنتش غا نعرفه بلا تكتجربينها وكما ما كنتك مغامرة وكما ما كنتك نحس دي المجزافة في اللول يعني كنت أعرف شلو يا أكثر حاجة ممكن تبدع فيها في أقل الوقت وما نجازبش معاك انتي أكثر في الوقت ما غاديش يسمعليك باش تبقيت تضريب معايا وبحالف كان خليك تخلمي شكرا يالله شكرا المحاوز شكرا في الاحاسيس دي العائلة وفي هذه القطار دي الموحيط لائش فيه وكيفاش نشوفه وكيفاش نشوف الناس لموجزمع تاوي عبد الله سيئا يا كما زربتي فلي هادي الشي قربية كيكملوها حيلا لا باقيد وش غايب قاعدة تصومك هدا واذا كيك ولغت ها شو السب هاد لي بيسور ديال ديال الحويج اللي هاكدر اه قريبا نو من فوخ هنا وكي من فوخ اخسي كوني من فوخ كامل ولا حتي كيبانو الطلاف مقطعين وي هاد تكشيل تكشيل نويتينتا ووالعمال الاخر ش رايكونا شميل شو مالي ما تغلقه هاكدو اه هادوك ها نخلي القرياج والحسارة ولميتك ما فيموش فحال هادو مال داكو هادو فهمتي ملي قدوك اه بغي نسموك ها الستة اه اه لابا حنايا هنديرو ثلاثة ديال الأعمال اه كيجمعوهم مع عنوان واحد ودهاك العنوان خاصو يتفرق على ذات الفرق بين واحد العمل الفني فيه ثلاثة ديال العناصر وبين ثلاثة ديال الأعمال الفنية هي في الثاني مثلا إلا خديت كل العمل الفني ببوحده خصو يكون واضح ببوحده كيجمعو من العناصر ببوحده اه وفي العمل اللي فيه ثلاثة ديالي بيس كيجمعو القراءة كيجمعو دوك ثلاثة ديال الأعمال الفنية فمتس إلا خديت هذا ببوحده خصو يكون واضح ببوحده ما نحساش نزيد الواحد لنا نقوم الواحد اللي فيه ثلاثة ديالي بيس بشل قدر نتفرع كيجمعو بين الكرفاط ديابا اه اه بان ليس وغايتش ترح كل عمل فيه ثلاثة ديال اه ووالا اوك هتواخد لوتام عمومي كتفرق كتبشين واحد لوتام وكتير واحد تتفرعات اه اوك ممتس في اللول ما كنش فاهم داك البلان ديال ان الموضوع العام ديال ثلاثة ديال الأعمال خاصو يتقسم على ثلاثة ديال المواضيع الصغار تعلقين بنفس الموضوع ولكن واحد طابلو خاصو ما يكونش منطابك مع طابلو الأخر يكون واحد الاختلاف ولكن بتجمعو من نفس اللمسة ونفس الموضوع منطاباً تم ذلك اتصمعتك بي تحكي ملي لا خصيف عرقتم شفت عرقتم شفت بني لدي شي بحان بتتوازل هشي عاي تغشب شي لو لا مادي شي تتغشب علي ما سوف يكونون بعدين جيداً بأي بحل جدايا يقول فناء بحل يدري شي كمبوزيسيون لا، أمزيه من الحالة وبقى تزيد اشي ثالثة أيها كمكة نالا ولكن هادي أفغوحدة أيلاً هادي أفغوحدة صحبتي صحبتي كنت محاسا كدني غير جول بقع في إدريق لا جمع جمع لا لا مهرفة فردت وفي نجارة ياك كل شي في العود هادي السانية بقي كامل خدموكم وكالفك رشان خدم في النبات اخدموكم سماء كتحكي كذلك كدفكي طيبنا بكرفسة تساوي مهرفة جشي الله ماشي بحر سقيل طبعاً صغيراً ديك لا لا ما كتبرز بشي أنا خدمة في السباقة إلا كان صغيراً نطلقوا الموسيقى بجيب بشي ما ينخسي في دمارك أنا هاش طايل ما يمنع نخليك مع الخدمة يلا بسلامة شكراً طيما وكوراج دكاً ستراس اللي كانت وضعه في البرايم خصك شي واحد تهضر معاه خصك شي واحد تشرح ليه ولا تشيغر تقول لي شي كليمة وتعاود تمشي فرحاكي عجمني بحلاكك كتخرج لي تانا من العالم دي لي تاسباغا وجي تقول لي شي حاجة غير باش وخاماً ما تتسلناش مني جواب كتقول عليه باش تفرغ وترجع لخدمتها عبد الله أنت يا تانت عندك تمارا بسعر تقطع تلصعر تمارا بي بسعر بقيت زيد الحوج مازال فهذا ماذا؟ لا لا يقدر ما عطش يقدر معرفتي وش أنت أخدام باللواعي ديال أه خدام أصلا في المداتك في المداتك دماغك غادي صعب إذا كشي كي يخرج ببوحدة ما كان ينش قوائد ما كانش قوائد وكيش أكل خدمة في 16 ساعة بغي نشرب وما قدش ما قدش نشرب تخايم الضيالي قدك خمسة دقائق وحق الرب مشكيل نخليك تكمل فتشي لها سير الله لازم سلام هاد العود هاد أول أنا كنت خايلة أكون خارج على هاد الكاتر هاد اللي اللي حطيت الكونتب لك فهمني الحسن حاد لعندي اللي فهم هناك كبار يعني قدر متحكم فيهم من بعد براغ سنين والجداد حالياً عندي ساعتين ونصف باش نسالي على الطابلو باش نمش نخدم في الطابلو الأخر الطابلو الثاني الطابلو الثاني غايكون مختلفة تماماً على هذا الطابلو مستخدم جديد أنا الصراحة أزيز أجل اللون أجل أجل إلي تخرج ديك ذاك اللون هو كنقدر نحط نجسل ب ديك لالتباق في الطابلو أجل مستخدمة تستعمل اللون بالساف هذه الصراحة الطريقة تعرص من الهي كنرتاح لها كتر فاش نكون مستعملة شي شهيف بحل البرايم اللي فات كانت مثلها بحلقة غير الألوان تورابية وذلك شيء وخاكة كيب قد ماغي شوية مبرزة كان رسم دابة فرحانة وخا عندي ذلك سترس خصني نسالي في الوقت خصني نكمل ذلك سترسعة ولكن كان رسم فرحان طيب ما عرفتش فكرت دابة تشالنش ولا السوربريز ما يكونش غيشي حاجة داخلي هادش لكن بحل مغالبات اسم الزيان عارتي كنت ناس يا هتفكرت دابة ننتمتعه شوية ولكن تكونش حاجة عنده علاقة بهدلي زبغ ولبلوقت لا 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 ما نتعفقش أنا الصراحة فضلا فضل طيب ما بغاش نفكر في يوسف ما بغاش نفكر في المفاجأة كنقول يا ربي ما يدخلش يا ربي ما يقولينا ويلو خلينا نرسموه لا خاطرنا عبد الله عاطينا بالنخال ما نسوقش ليلة دكت تلميت الموج سعيد ما كيبغيش يقدر في القيس محسول الخر كيس دمك دكشي ورا كان عاني كان عاني ما شك شكالك يا عاني كانتهم عن اي جدا شما شهنوكع ليا ويلي 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 ما شوقع؟ قلت اي جدا تلصد بمةم الشي气 مthersاجيني جدا واهلا بلاهلاة دبا نمسحو لنعاودو ونشغل جير مش وقعليك الشي تقلب لي يا طحليك في المرد ايه فزقيه ومسحي ذك الشي اللي كاين وعاودي موش كيلة او تخيل دبا نسمى اللي بادي والعراقي الوحدة تيلوها الأخرى كي تنابو غادي نجي نصبغ الكونتر بلاكي غايت تقلب شمين شعور غا نقدر نوصف بياتش أرى في اللحظة كنشوف فانشدد الشي نعاودو من الأول ولا نخليه ونشوف شي حاجة جديدة فصافي معندي ما ندير مغير نتسدن وندوزها حس باقي يتابعني الخدمة وباقي خاصني الجهد فالأعمال ديالي كانت أنسبرا بزاف ديال الحويج أول وم العائلة التاني راسي التالي هو موحيط اللي عيش فيه الرابع كيفاش عيش الكائن البشار فالعائل كيفاش عيش حياته موسيقى أنا دابا كان نخدم ديالي تاعة تابلو بما نشفلي يالوفون تاعة تابلو الآخر مع عاودته وانك دابا كان ندير بحال واحد الكانتور على الوجوه قبل ما ندوز نخدم الديالي ديالهم دابا كان كيف حاول نقادل لأكلو اللي غنسبغ بيالفو اختاري تلقري بغيت نختارلو من الرماد وغنحاول نجربو دابا الالفو نشووووش عادي طلعلي كيف موانا تخيلش وغيتش نديرو مغلوق بزاف هنحاول نخدمو مفتوح نشوف أوه بل دابا ثاليت المرحلة الثانية ديال هذا الجوش طابلوات وبعدها نمشي لبرها باش نبدأ في المرحلة الثالثة باش نزيد العافية وباش ننقص من بزاف دياللي ديطاي وباش نزيد شلوان دا بدست للطابلوات الثالث اللي فيه ذاك الوجه اللي فيه العين اللي فيها كي يبانو داك الوجه ستا في المرحلة هدي غان نحرق هاد هالتفاصيل اللي باني باش يبانوا داخلين مع بعضياتهم ونحاول نبين بزاف ديالتفاصيل الخرى اللي غاتبان بسبب العافية موسيقى موسيقى إذا جمعت ليزوغر بتلاسة غتكون واحد نقطة مشتركة بينتهم في شكل باش قطعت الـ التلوية الأول هادك الشكل بنفسه داك الشكل الأقوة لليزتو في التلوية الأول أو ليدر تو في التلوية الأول غايكون حتى هنا بشكل الخيط غنرسموه بالخيط فسقباً غتكون هادية نقطة مشتركة بينهو بالليزوغر الأخرين غير باش كيبانو باللارة من ثامة واحدة نجموعة من نظرات في الفون لك شعرش أنا في الأول قاعد ديت الفون بالسرق باش يكون غر بعض هادو اللي غن ديرتهم العمل ديال الجامع كيتقدم بشكل واضح ولكن ماشي بنفس طريقة خاصة بنسبة لعبد الله اللي ظهروا أمامه عارق الكثيرة اللي ظهروا أمامه عارق الكيط كيف حدوك جوش طابلوات؟ من الأول ما عجبني شو تنين تهرس لي على جوش وش حرق كثيرا؟ لا بلا من التهرس من تهرس؟ من قادر؟ اه ومشا مع كل شيء ومشا بشيش كيف حدوك تصلحوا ولا شي حاجة هادوك الشي ما عجبني شطاف مش نعود وحدين أخرى عرفش بدأ الخدمة بويت نقول لي رد البالك مع هذا الكادرس بانو لي ماشي تدينش مزيدا وش تفك وليش نوقع عليه بالطب تهرس ماشي بلاصة؟ اه انا عودو حدوك انا عودش شي حاجة أخرى ود الخطرة ما تديرهم مش تقال خففهم شوية تفينا هو الجهة وش عالتي فيهم العافية كاملين ضروري واجيبهم نشوفوهم بعضا غير وش عاطين تقال تقال يوم اليوحين تمبليها اللي حشون في الأرصة خليت خليتهم من الطبيعة نعونا باقي ثلاثة 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 انا اللي ساليس وزهرتها اللي ساليس راح نعونا صافي لاز اوكي ما تسترساش راحنا معاك لا لا عادي عادي ما تسترسيت معاك موسيقى 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 أنا دا بدي سفل مرحلة تاع راسم دوكس تتل أوجو في العين زي ما كيفاش داك سبكتاتر شكي بانو ليه موسيقى 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 عادي موسيقى موسيقى في فصلة والبيضاء كانت تكون قيراعة واحدة يمشي لك يمشي داك تمام ذاك الراس من يدرتي دا بعدنا قيراعة مختلفة ممكن يشوفو دي دي طيف شك بختي دي العمل فاطيما سيحسن ماشي بديل؟ صابة احنا غادي بديت التالتا تقريبا كله حدرت بها بديت فيها ذاك شي اللي بازيك ولدرت اللي باس دياله بقالية بحلوية فنفلسون في كل بنسبة لزوب الفلازم عيتي ضروري شوية ليا ضروري ولكن انتقاتلوا معا تنسى اللي بافلو لازم لازم التانية جمال لي مزيان هي ماشية في نفس السرعة في كل بيسها يعني هذي مازال فيها المونتاج ديالها هذي كتلة ستقيلية القشور دياله شتر باش تكمل منتاج ديالها وهذيك اللي غادي تتعرض وقفة هذيك دهال لي بقيت تكملتها لا باقي 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 سوية باقي شوية باقي شوية رد البلد ديالك مع الوقت لا رد البلد ديالك لا رد البلد ديالك باقي شوية باقي شوية اعرف بأن الفنان عندو ثلاثة ديالي باقي مهم ينغسو ديالك ما يتالى فيهم بدو عيني باش كي يشوف عندو يديه باش كي يخدم أو تانية أعطينا أفكار حاجة أخرى لكن إديك إديك فعله حاله كل مواد كيموية إني باقي مدون رشتك انا كنعرفت عن الفنانا كي ديالو صباح عام بعد مرات عن شي مواد كيموية وما كي خرسوش مزان يديهم ويقادك شي عندهم في الطفل وقالهم مشكل كبير ويحصلوا لقد ادنك إني باقي ماتيك كي ميك مسيحي حسن تقول بسمك يشوفني ديالي مكان خدمبي ديالي وش حامره كيقول يديني اللي قاس قبل ماس خدمي وكان أنا كعجبني نخدم بيدي كعجبني نقيس اللامة شيء بعد نخدم بيها فطاني نصائح من دعب أنا غاسي نرد للبال الرأسي وخانا ما كان ردش لي لبال قاعد مش ما كتستسلمت مشي أعلى قضية تستسلم ولا شي حاش دا بعدها كتنجد باش تبقى مدابز على واحد الحاجة ما بقاش كنت بغيين ندير لار من استمتع بعين لي الوقت مشاق صافي يفشلت باش كنت خدام لدوك الجورج طابلوات كنت خدام في اللوي عند السلطاني لقيت وتقسم لي على جيش صافي بقيت تعالف ومخارباق صافي فكرت في فكرت في بلالة واحد كنت خدام لدوك الجورج طابلوات ومغان ديرش لخيمة ومغان جمع داك الشيكان وانخشيه في قاعد العرض قوليني ياليا زهرة نعم منيني؟ شا حاستك؟ دبا نسيس بلالة دك الشيلا خدمت وخصي وقف بلاس ودبا خصني طابلو غان بدلها دي بهادي خصي طابلو أخرى؟ آآ غان بدلها دوك رجعي طابلو كنت في اللول فكر سألاني غان خدم بلالة بالخيط ولكن قلت غادي ننصقه ما اللي فكر سمزيان قلت ما يمكنش غادي ننصق الخيط هنا وأنا في الأخير غان حتاج أني نبقى نعقده ومن بعد نفكه ولا بغيت نحيد اللي بتطابلو ما يمكنش غادي شاد مزيان فقلت ما اللي أحسن غادي ندير تقابي في الكونطة البلاكي باش عادي ندوز منه الخيط صاف ونبقى معنين ضمن أنه راه شاد مزيان وما غاديش يتحيد ليه من بعد موسيقى 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 أرجعت الأعمال جديد اللي أولين حيت خليت فيهم واحد طاقة أخصني نزيد نسالي ديك الطاقة ونزيد نحييهم موسيقى 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 ده باوسر ديك النتيجانية اللي بغيت فالخيما دي وأنا خاندوك جود مسايد ودك اللباعش نزل الهام لن 가장 بتطابلو فاتيما فين وصلت أنا بقى حاصلة هنا يا بقى أخذك تخرجي أدو كاملين هاتش يدلي يلي تكسر من معاونك أنا بقى تلي غير سيناتور وشوية الفي نيسو إذا ما كانش عايد ياخذ لك الوقس لا نحن نحن نعاونك خال منافسك كنحسب راسي أن أزيزة لي نعاون نسلي معايا وخصوصا فاش كنربي لكو بتاعلى شي واحد يعني كيقول لي أزيزة لي كنبغي نعاون خصوصا فاتيما صراحة أزيزة لي فاتيما 16 ساعة بقى منها القليل فقط ومن بعدها الورشة غدت تحول قاعة عرض الأعمال نهائية للفناني المؤهلين نهائي دريم أرتيس في موسم الثالث عبد الله سلام بي خير شف اللحظتك فين وصلت أكملت تلازل بيساس اه دوكروفين كانين برا ينشفوه ها كانين برا كي ينشفوه اه ايه مجيان يالا ما بقاش الوقس فنانات الفنانين ديال النهائي 16 ساعة قاتل منها عشرة ديال التاواني يالا ستاب خمسار ربعة ثلاثة جوج واحد حبس وقفو زهراء سينات سينات عبد الله تعال وقت فاطح مصافي تبارك الله عليكم قدمتوا واحد العمل ليه هو كبير وجبار لأن في النهائي كانت بتطلو منكم أنكم ديرو تلزة ديالأعمال الفنية 16 ساعة تخترت بان قويلة بزاف فاش كنحسو بتعمارة وايضا قسيرة بزاف فاش كنبغيو نخرجوا قاع الإبداع اللي عندنا هاد المكان هادا اللي عشو فيه طوالة 8 ديالأسابيع بزاف ديالحويج زوينين حويج شوية حطوكم في مواقف صعبة مواقف ديالالخوف ديالالشاك ديالالضغط لكن أيضا ديالالفرح والسعادة لأنه عشو واحد مغامرة إنسانية وفنية في هذا المكان هادا هاد لاتولي هادا غادي تحول قاعة العرض لأعمال ديالكم غادي يكونوا هنا ولجنة التحكيم غادي جي تشوفهم وتسمع لكم تقرر عشكون غادي يكون فائز بلقب دريم أرتيست في الموسم دياله التالت يلا نخليكم ترجحوا واحد شوية جمعوا الأفكار ديالكم باش تهضروا على الأعمال ديالكم وحد موفق لكم كاملين شكرا داما ها نتوحش هذه الغلاسة ها نتوحش ناسا ها نتوحش اللي كونديدات تاومة كنا كيفوجوا لينا خصوصاً فالطيما صراحة كتفوج اللي فش كنكون خدامة كتبقى تجي تتعظر معايا ودي تجربة زوينة ليا حيث أنا موارفة كنرسم بوحدي في الدار مع مالي ما كنت بحر الأنطوغة من اللي زاقتيست وشي حاجة ولقيت أنا وعج بني الحال وخك أنك يكون ستراس والضغط مكشي ملكينة في الأخر عجبني الحال بشي قال لينا يسفنه وغنعرضه فهناي في البلاتو الصراحة جاتني عادي ماشي شي حاجة يعني عادي بغيت نشربه وبغيت نناس وبغيت نحصف عادي بشي حاجة عادي في اللحظة فش كنسمع يوسف كي يقول أنه وهادي آخر آخر مرة زا ما قدمنا هنا وكل شي بحالي بحالي صرف قنياني يلاحسيت بأنه وراها هذا كان آخر نهار غندوزه هنا فكتسحس شي شوية بـ ما عاش كي مش غننوصفه ولكن حسنا بسحدي وزنا الاشي لحدثة سنزوينين خوصصا أنا أحب، ما إلا الله هنحبس أنا تلاتة دي الأعمال الجديدة لكل فنان بالإضافة العمل المتميز من البرائمات السابقة اختصرت ساعات وأيام الجهد والعمل المتواصل وكان الهدف كل مرة إقناع لجنة تحكيم وليك ترجع فيها الآخر مرة الفنانة تشكيلية الكبيرة أمينة رزقي اللي ما بخلاش في حتى مرحلة بنصائحة على الفنانين هذا المهد من الفنان مفاجأة كبيرة كل شيء مشان بعيد من البرائمات الأخرى وكترجع أيضا الفنانة تشكيلية المتميزة صفاء الرواس اللي في كل ملاحظة كتعطي توجيه ونصيحة المشاركين كلهم حاولوا أنهم يتفوقوا على نفسهم وعلى اللي تعودنا نشوفهم منهم وكتنضم في النهائي مصاممة الأزياء والموضع والمهتم بتفاصيل فن المغرب الأصيل فاضيلة القادي واللي غد قدم النصح الفناني النهائي طالعت على الأعمال اللي بدأوا بها المشاركين من الأول حتى البابا ولحت واحد اللي قدم ملموس وبيين وتمكنوا بزاق من التكنيك فنضبت هذا معرض ناجح في الحقيقة منشفت الأعمال كتقربت في الآخر ومنشفتها معروضة بل واحد العمل هو يستحق يكون في قاعة العرض من يدخلت في قاعة البعض أول حاجة حسيت بها هي بأن كل واحد عنده العلام ديالو قد نقول وهذه المرة غاينضموا زور جدد المعرض عائلة الفنانين وأصدقائهم اللي مروا أيضا من هاتجريبة ومن بينهم الفائزين باللقابين الأول والتاني البرنامج موراد فدواش ومحمد أهناش تخلى المعرض هذا المرة كانت مختلفة تماماً حيث ماشي كيف العادة كانت تقلغي باش نشوفوا اللي جوري هذا المرة كانت نشوفوا الأعمال ديالنا زائد أنه معنا صحابنا اللي كانوا معنا من البرائم الأول والعائلة ديالنا فالإحساس كانت مختلفة تماماً شنو ما بغيت نوصفه ما نقدرش نوصفه فرحة نخلعها بزاف فدير أنا وكتشوف والديك واقفين وكيشوفوه خدمتك وكي يحاولوا يفهمون أنت أشنو بغيتي تخدم أولاك يقولوك شرح لنا زي ما بشتاح لنفهموه عاد شي بوحدوك كافي أنا ويخليك تحس بالفرحة ويخليك تحس بالفخر فانو لي الأعمال ديالي مع اللقين صراح حسيت بالفرحة حيث قلت في الأخرة قدرت عاملي سهل أنه يتعلق في الفينال وماما وخالي داخلين معايا اللقاعه صراحة إحساس أحسن من فش كتكون داخل بوحدك بحليك كتكون داخل مع جوجة الناس اللي كيكونوا في حياتك هازينك وكتقول ده برا هذا الخوف كيكون ناقص حس كينين حداك كيشوفوك وكينين معاك مواسين في البلاطون ندخلونا في البلاصة هادي كانت شمع شوفيها ثمانية جيل الأسابيع كان شي دكريات اللي كتزيكم في مخيلة ديالكم مع الدخول ديالنا أصلا للبلاصة ديال الأرض صار جاء بزاف ديال الدكريات اللي كانوا حني الوقت اللي دوزنا كاملين هنا مع الضغط ديالها مع الدكريات اللي كان مع أصدقاء ديالنا موراد كنتي ضيف ديالنا في الموسم اللي قبل والفائز ديال الموسم الأول كترجع وكتشوف كتتفكر تكريت اللي دازو هنا مع الدراري ومع البناج شنروا أخبار ديالكم جوج محمد؟ بعدين المعرض اللي كان اوتح لي يعني بعد الفوز بلقى بموسم ثاني تيولي تعرف يعني شكونا أنا وعني واشنو باغي نوعد للختمة ديالي من خلال المعرض يعني تجحت لي الفورصة ديال يعني نعرف بزاف ديالناس يعني نعرف الناس تعرف النوع ديال الفن اللي كانت الشغل عليه موراد نتابعانين باش تستيب اللقب ديال دريم أرتيس فقدتفقى كأول فائز ديال دريم أرتيس درشي بزاف ديال أعمال بعد ما اخرجتي من هنا يهدرنا شوي على الباركور ديال المصار كان قبل من دريم أرتيس كان بزاف ديال المعارض لكن كان ديني تبقى عندك واحد النقص ديال أنا وما عندكش معارض فني ديالك ديالك بوحده ودريم أرتيس جلاش عالذات هاد القادية كانت تقدر تدير معارض فني ديالك المعارض بالنسبة لي أنا تدير في واحد ليس باس بزوين كيجيوا فيه الناس عندهم مع علاقة بالفن عندهم مع علاقة بالثقافة من زاف ديال أجناس كيشوفوا الخدمة ديالك يعني حتى الفورص كتكبر شو كيبقى خاص هو أن تكون وجد لها كيجيكم من المعارض ديال هاد الموسم الثالس ديال دريم أرتيس كين واحدة نوع يعني تفن ناحية طريقة ديالشيغال كتحز واحدة 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 جيد ديالك مورد؟ الخدمة لي كان هنا محشار عامل جداً كان يتوفق نوع يهدار معايا وكان لي ما هدرش مهيئنون كان هنا أشخاص آخرين ولكن ما يعنيش أنا الخدمات كاملين زيما كان عندهم واحد بتقل ديالهم غير هي الخدمة كتعيت على الناس اللي بغدوا ديالهم شو ما بلاش بقينا عقلين أيضاً الضغط اللي كان عليكم قبل ما تتعرفوا على شكون اللي غادي يربح باللقاء بدوكوا اللحظات قبل من الفوز وما غادي يكونوا عايشين تقريباً موسيقى زهرة سلام ومرحبا بك في الفينال شكراً ايوة مشيتي دقة دقة ولكن الحمد لله أنت وصلت إلى الفينال تمني أدين لي بخايم هادي آخر خطرة نوقف قدام جوغي باش ندافع للعمل ديالي مع الفينال را كنحس شوي بالخلاح حتى كمام راخص كنت ندافع للعمل تاع الفينال بغير نعرفه شي شوي اللي كانت عندك باش تقدمي الخدمة هادي قررت نخدم على نظرات الآخر لأنه بالنسبة لي العينين هما أول حاجة باش كنشوفوه وهما أول حاجة بانين كي دوزو لس انتراكشون سوسيال نوك في اللواحد ديالي بثلاثة بغيت نجسد نظرات الآخر تلساسة عالطرق مختلفة في واحد من اللي طابلو نظرات الآخر كيكون اللي كيشوف في الطابلو هو بحل اللي observeي طابلو كيشوفيه اللي پرسوناج اللي كانين كيشوفو في داك الأبسيرفاتر في طابلو واحد آخر داك الأبسيرفاتر كي تحول السبكتاتر كي يقولي هو اللي سبكتاتر تعديك ضاهرة فنومان سوسيال تعشي كيشوف شي شي حاضي الشي وفي طابلو الثالث داك اللي سبكتاتر كنشوفوه هو كيفاش هو كيانتراكشي مع ديك نظرات الآخر حال اللي داك الآخرين اللي كيكونوا كيشوفو فيه اللي كيكون كيشوفهم كيفاش هو كيحس بيهم هاد الأشخاص اللي هنا شنو كيمتلو عندك في هاد لوحة ديالي؟ هاد اللي بيخصناج اللي كنرسم بالنسبة لي هي طريقة باش نجسد انسوجي وما هاد اللي بيخصناج بديت كنرسمهم انا بلا وعي ديالي فيما كنكون غالصة شادة شي كناش ولا شي حاجة كاللقى راسي كنرسم هاد اللي بيخصناج قلت مع راسي خسني مدا نجسدهم خسني مدا نوريهم ما نخليهم ش ديالي لي بوحدي ألو زهرت عندها واحد اللي ما يتخيز بجهداف كتعرس كيف نسق وكيف تقلب على ذاك اللي بشي بنا ذاك بلا ذاك شي متوازن والتوازن شي ضروري في الأعمال كذبالي أنها تقدر تنجح في بزفت ديال الميادين في ميدان الهنداسة في ميدان استيليزم في ميدان الفن التشكيلي حسا هو زهرت الماء إتوني بالخدمة اللي عملت عملت واحد اللي فوق كبير باش توصن هاد ثلاثة ديالي البنتور اللي عملت مشت بعيد في البنتور برابور لزوت برايم عملت بكو بلس دكولر وخمت كيفاش عطل لعدي اللوفغة ديالا زهران حض موفا شكرا شكرا كنحس براسي صراحة قدرت نوصل بعد ذاك المساج اللي كان في دماغي اللي كنت باها هم أنهم يفهموا عبدالله بخير الله عبتكوس مش لشوية سلتخص ولا ما زال صاف أبو تليال الاسم ديال العمل ديالك هو العشق في الزريبة أو العشق لا زريبة العشق زريبة العشق شرحنا هذلك كونسيب دير زريبة العشق كيفاش الكائن اللي كان وسط ديك الزريبة عبر على الطاقة والطبيعة الحيوانية اللي فيه والعشق هو فاش كتبغي واحد الحاجة وأنت أصلاً ما كتعرفش علاش كتبغي ديك الحاجة وهناي زريبة العشق هي واحد الحالة كتجيني أنا مثلاً وكتجي في أغلبية الفنانة أنا أم أخا كيبانون قيين زوينين لعمرادار ما كيقاديو تشي واحد ولكن النهار كيبغيوا يعبروا كيعبروا بقوة كيرجعوا ديك الزريبة يتواح لحاجة في دماؤهم ضروري كتقولهم خاصك ترجع لديك الزريبة باش تعبر كيعبر بها ماجيو بقوة ما كيتسناش وما كيزوقش وما كينافقش كيعبر على العشق ديك الزريبة في العمل الأول بعنوان الشرج ملكية في العمل الثاني الأخنقة العمل الثالث خيمت روحي في الزريبة العشق طليت في الشرج ملكية لقيت الأخنقة رجعت في حالي وغربت وبروحي خيمت وما بقيتش عارفة واش كانت اللي برة ولا كانت اللي ملدى أنا أقول لك أول مرة أعطينا واحد تفسير طويل مطوّل ومفهوم وعرفناك شو اللي تقول والفي دابريتوت كتقولنا واحد بشوش كلمات وكيكون عندك على المشاكل ديال التعبير دونك تبارك الله عليك عبد الله أنا أول مرة كنشوف العمل ديالك وكتبالي فيه واحد القوة واحد الجهت كيبالي يوحد الهياجان كيبالي يلك شيء بحل العمل ديالك تمكن منك كثير من أنت تمكنتي منه وياريت في نظاري لين شوية تمشي في واحد الاتجاه وتركز عليه يمكن هذا غير عزز العمل ديالك وغادي يزن به القدام والله يعاونك فكرة اللي تكلمت عليها هذه الصدق للعمل للفنن هي مهمة بزاف كتأكد لي هذيك الفكرة اللي أنا يعني فكرت فيها ميشوفت هذه الأعمال هذو مقارنة مع الأعمال نعديكتها على الأقل في البرائم الرابع طورتي نفس الفكرة ورجعتين واحدة حاجة اللي هي صدقة في الداخل ديالك وحاولت تتقدمها ولكن كانت عندك واحد جرأة أكتر كان عندك واحد شجاعة أكتر غاب العمل اللي قدمه هو واحد العمل عنده واحد المرجعية كبيرة في طريق الفن يمكن هو غير واعي بهذا المسألة هذي كان واحد اللي هو الموفمون اسميته اللي ظهر في الستينات من العناصر دياله اللي المهمة اللي أولية هي أن تتشتغل بهذا المواد هذي اللي هي بحل الأقميشة بحل المواد يعني بوفيغا ما جامو بوفغ يعني فقيرة بسيطة جدا كانت منه أنه يعرف كثيرا لهذا الموضوع هذا في طريق الفني أنه واحد الحاجة اللي مهمة ممكنش يدوز حداها غير هكذا نطلق من واحد الفكرة اللي هي عميقة عنده وصادقة فصراحة هذيك الصدق دياله هو اللي يوصل لنا في العمل اللي يقدم طيب الواد ديالي والأعمال ديالي اللي كيشبه اللي حيتا ما كانت صناش وما كان يكتبش في الخدمة ديالي يعني ذاك شي خارج كيما هو كي تخدم كيما خاصو يتخدم فاطمة السلام سلام مرحبا بك في المعريض فاطمة قدمينا الخدمة ديالك وعاونينا حنا في اللجنة باش نعرفو شنو ما الأفكار ديالك والموضوع اللي عبرت عليه باش توصيل هذي النتيجة وهذه الثلاثة الأعمال بغيت ننغس شي شوية ونستكشف واخديت الرحلة ديالي في هاد المعريض باش نقيس مختلف الأبعاد في الذاكرة الإنسانية فبديس أول حاجة بالصمود ديال الذاكرة الجماعية باش ندوز الهشاش هادا الذاكرة الفردية وباش غنسالي بالسلاشة ديال هادا الذاكرة كاكل بفعل الزمن الفكرة إذا كنت فهمة ولكينا شرحينا كيفاش جستي أي مرحلة من هات هات المرحل تكتفاج جستي هون بهات طريقات المرحلة اللولة اللي خدمت فيها على الذاكرة الجماعية حاولت نركز كتر على تجدر ديال الذكريات والصوحة الجماعة وكيفاش أن هاد التجدر ديال الذكريات كيتشابك أيضا بين مختلف التجارب سواء اللي كيكونوا واضحين وزوينين أول اللي كيكونوا غامضين أول عندهم واحد طابع اللي هو خايب بالنسبة لواحد الجماعة في الوقت الثانية حاولت نركز كتر على الإنسان مع ذاته في الداخل العقل دياله كيفاش كيتعامل مع الذكرة في عقله كيفاش أنه كل ذكرة كيكون عنده واحد الأكثر في عقله وكيكون عنده واحد تقل وشكل خاص به هو في العامة الثالث بغيت نعبر كتر على التلاشي ديال الذكرة كيفاش أنه الإنسان اللي كيعطي المعنى لحياته أكثر هو كالذاكرة اللي كتكون حاضرة معها في الآن ولكن كتلاشة بعامل الوقت هاد شي اللي بغيت نجسده في العامة الثالث كنت كانت انتظر منها تقولي يا عليها استعملات كل ما تيخ واش حي تلقاتها حي تلقاتها سهلة كما قاتليا ولاحت عندها واحدة رمزية مهمة أنا عندي واحدة سؤال بغيت المواد اللي استعملتي كيفاش كوقع الاختيار ديالك على المواد الاختيار دياللي جاء أول حاجة إلى العود بويت نخدم لا شي حاجة فيها الحياة الخيط شفت فيه كسر هو ودك الدعو في نفس الوقت كيفاش أنه الخيط بين يدي كتحس بواحد اللي هاتش فيه ولكن وحسف شوفه كتحس بأنه صلب أولا قوي ما علينا أنه قد يسقط أولا شي حاجة بحالكة فكان الخسيار دياللي هو العود الخيط الحواجزة ما الأساسي اللي خسار يسوم باش نخدم بيوم اللي يزوفه في ثلاثة وتقريباً كان هو المشترك بيناسهم في ثلاثة العمال ديالك ترز انترسون يعني سرطانة بويزية عجبتني أنك ودفتي الخيط والتكستيل وأنا شفي ترز سنسبل للماتير هذه ولكن اللي عندي شي ملاحظة صغيرة هو أنك يبدأ شوية ناقص الإتقان الإتقان والفينيسون سيكون حاضرة في الأعمال دياليك والله يوفقك شكراً فاتما إليك وتقول لك واحد الحاجة لأنه عندك واحد لسانس دياليك يليبغ ناسيحة واحدة اللي نقدر نقول لك هي باش تتعبري على أكثر البوثانس حاولي تشفي كبير وراء ووسعي الخيال ديالك لا توسعي دي فورما اللي غا تخدمي عليهم يمكن هتكون عندهم أكثر قوة سأل الله شكراً فاش كتدخل قدام لي جيريك كتحس بسترس وانتا كتحاول تشرح اللفغ ديالك وكل شي في اللحظة من اللحظة كتحس بلي ديالك سترس وكتحضر على اللعمة ديالك بالضبط فيك اللحظة الفنانين قدموا أعمالهم الآخر مرة بأحسن طريقة ممكنة لإقناع لجنة تحكيم بأحقية الحصول على اللقب الثالث لدريم أرتيس الفين وربع وعشرين الثلاثة وصلوا إلى فنان الثلاثة عندهم شحارة بارتيكو كلهم تقدموا صراحة رغم يعني من الأول من دا بعملوا واحد تسهدوا وتقدموا كان حس كيبقوا مشدودين في نيفار ديالهم قلتو كان اختيارا يكون شوية بعد المرور دا 8 الأسابيع وصلنا لهذا النقطة من الزمن نقطة اللي غد نتوجو فيها الفائز وللفائزة بلقب دريم أرتيس هنا كنتواجدو في واحد المكان اللي عشو فيها 8 الأسابيع اللي هو بلاتو ليه واللي تحول اليوم لقاعة العرض هذه 8 الأسابيع دوستوها هنا وعشتوا بزاف ديال المشاعر عشتوا الخوف الفرح القلق ولكن اللي هو أكيد أنكم بنيتوا علاقات مع فنانين وحد آخرين اللي تعرفتوا عليهم أنكم اكتسبتوا مهارات وأنكم تشبعتوا واحد شوية ديال التجربة في الأعمال ديالكم ناظرات ديال الفنانين وديال النقاد اللي دازوا في هذا البلاتو قدروه أنهم يعطيوكم على الأقل واحد الرؤية على العالم ديالكم وعلى الفن ديالكم نقطة التجويج اليوم غاديتكون هي نقطة النهاية وللوصول بالنسبة للبرنامج في الموسم الثالث دياله لكن هذا ما كانيش نقطة الوصول بالنسبة لكم انتوما بالعكس تقدر تكون نقطة الانطلاقة اللي كانت منها غاديتكون لكاريير مزدهرة بالنسبة لكم كاملين وصول ديالكم نهائي ما كانش محت الصدفة برهنتو عليها أيضا بالأعمال اللي قتمتوها اليوم في هادلاتولي لجنة التحكيم شافت الأعمال ديالكم هضروه تناقشو وخداوه وقرار باش كون اللي غاديتوج لقب دريم ارتيست بالنسبة ثالث سي حسن زهرا طيما عبدالله راكم في ناظرنا كلكم ربحين البرنامج كي طلب مننا نقبطوا قرار مع اللجنة باش نعرفو شكل منكم غادي يدي الجائزة وكان حيوال حار كل واحد منكم عندو نقاط فوزيتيف وشي واحد منكم عندو نقاط نيغاتيف ولكن كلكم مبديحين وكلكم وصلتوا لهذا الحد هذا وقصتوا كلهم تمنيت الأسابيع تباك الله عليكم ولكن الوقت هو هذا شكرا سي حسن مرة أخرى الحكم تيدال على الأعمال ديالكم في هذه النقطة من الزمن تحتوينا الفرصة أن نتعرفو عليكم وتتعرفنا العالم ديالكم نقول القلوب بزاف ولكن كينتها بزاف ديال الدماغ نعرفوكم كيفاش تفكروا وكيفاش تحسو وهذا الرغبة اللي عندكم باش عناكم تعبرو على مسائل اللي هي مهمة بالنسبة لكم وصلنا إلى اللحظة الحاسمة اللحظة اللي غانتعرفوا فيها للفائزة وللفائز لقام دريمارتيست الموسم دياله الثالث الجائزة اللي كنذكر هي بقيمة 350 ألف درهم اللي غادي يتمكنكم القيام بأول معرض احترافي فرضي ليكم وحنا واقفين كانتنا وتتعلمنا لا الجائزة غادي تكون من ناصب شكون في الدخل ديالي وخاة كان نشوف راسي كانت مننا أنني تكون من ناصب ديالي ولكن بحكم الود اللي كان جامعنا كانت تقول لها شكون مادة فراكي السحب أنا وظهراء وفاطيما ما كانش شي منافسة بناتنا على شكل اللي غايتها وشكل اللي ما غايت ديهاش هذاك رزق من عد الله يعني اللي غايت ديها ما غايت ديها باينو صافر المهم خدمنا دارنا ذك الشي اللي علينا احنا خدمنا على العرب هاد اللحظة كانت سنة يوصف في علن على الاسم شكل اللي يفوز بلقاب دريم أرتيست وقدما الوقت كيدوز وانا كان نحس بسترس بحالي غادي وكيدطلعه لقاب دريم أرتيست 2024 هو من نصيب عبد الله موسيقى 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 هنياء لك عبد الله وهنياء الزهرة وفاطمة اللي وصلو للنهاي صراحة في اللحظة هاتي كان نحس بواحد الشعور اللي عادي باقي ما عارفوا هاتي كان شوفوا هاتي كي يجروني يدري اللي باعي ما باقي ما فهمت شو هاتي في اللحظة هاتي عبد الله أنا بقى فاحور وكنت فاحور بيش حالي كلما هو في ديك الوضع يلي قبل ما نكونش هو أنا ده الوليد الوليد واخر ما كانوش عندي هنايا كان عمار الحسين ولاد العم مهم كان حبكم ركوم عزيز علي هنا دائماً واحد شوية جادة السعادة فش كنتشوف أن عائلة فلنقية كونس لأن الصداقات اللي تمنا نعم غادي تطولوا في الزمن ديزولي فلنقية كونسوة سوى شكيل ولكن البرجة الارتستيك كاين يقدر يخدم عليه وكان دم بأننا عبدالله من دابو حد ربع سنين ولو خمس سنين غا يكون باقي مازال في الساحة الفنية ويمكن يكون بارز في الساحة الفنية وخيف داليل على هذا الشيء وأن المكان شوفو محمد أحناش ولمكان شوفو موراد فدواش اليوم يبرزين في الساحة الفنية وعندوم دس إكسポزيشن كولكتف وعندوم دس إكسポزيشن پرسنل وكي شاركو في دي رزدانس اتسرا هذا هو المطلوب من اللغة يديا دريم ارتيس الموسم تلك من برنامج دريم ارتيس الفنية كان فيجوز بنات ووالد وبدأنا مع خمسة البنات وخمسة الولاد إذا ندكي من ناحية بعدها بدينا بلا باريته هذه أول مرة في نظاري في دريم ارتيس لدينا نصف الأرقام من المشاركين ما بين البنات والولاد هذه زوينا الحاجة الثانية كانوا مصورين فيديوهات الانستاليشن، السبارة، الرسم، التركيب يعني التقنيات كله ما شفناهم كل واحد اللي هو التخصص ديرهم تبع تساعها هذي أي واحد اللي مشاركو ولا ادخل ولا خرج من البرنامج يشوف خدمة دي لهذا ولا دي الأخرى يقول لك هذي ظهراء ولا هذي فقطة مظهراء ولا هذي الحسن عندهم شخصية ولكن البرنامج هو البرنامج شخصاً واحد اللي غير يمشي بالجائزة هو عبدالله الدعا نتمنى لعبدالله صراحة يكمل في ذاك شي دياله والإكسبو دياله الدزم زيانة وما ينساش يعرض علينا نحنا في الإكسبو باش نشوفه ذاك شي اللي غايدة انت دا بخديتي البخيت تعطاتك فرصة باش أنك تزيت بي الله ديالكسر فغير كمال نشوفك إن شاء الله أنا في المستقبل بشي حاجة كبيرة بديت دريم أرتيس وهذا هو آخر نهار اللي نهنا ياه وكنت من التوفيق اللي كانوا معي في القلاطوة والتراجيات وضعي سهلا اليوم كاملين وبون كوراش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة